اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجال معكم فيها عصان نجاح وبدايتنا بالعنوي حي الشيخ جراح الأردن يؤكد ملكية الفلسطينيين لمنازلهم وتحذير أممي من خروج الوضع عن السيطرة تحولات أقليمية كبرى مباحثات استكشافية بين تركيا ومصر وجولات حوار بين السعودية وإيران بعد جولة مخيبة للآمال في بيروت لودريان يتهم قادة لبنان بإخلاف تعهداتهم ويهدد بتشديد العقوبات نستهل مجالنا من أحداث القدس إذ قال الأردن إن استمرار إسرائيل في ممارساتها اللاشرعية وخطواتها لاستفزازية في القدس المحتلة وانتهاق حقوق الفلسطينيين بما في ذلك حق أهل الشيخ جراح في بيوتهم لعب خطير بالنار وأحذر المنسق الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند من خروج الوضع عن السيطرة في القدس الشرقية عقب تهديد القوات الإسرائيلية عددا من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية فيما تجري فلسطين تحركات مكثفة في الأمم المتحدة في محاولة لمنع استيلاء مستوطنين إسرائيليين على منازل فلسطينية بحي شيخ جراح في القدس المحتلة فعلا عصام تستمر انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في القدس المحتلة في ظل تحركات فلسطينية وتنديد دولي مع دعوات أممية لضبط النفس هي أزمة وحي الشيخ جراح الواقع بالقدس الشرقية حيث تنتفذ عشرات العائلات في وجه محاولات التهجير القصري الاستيطاني فسكان هذا الحي يعيشون تحت وطأة التهديد بالطرد من بيوتهم وأرضهم بعد قرار السلطات الإسرائيلية ترحيل العشرة من الحي لصالح المستوطنين تطورات خرجت عقبها الخارجية الأردنية مؤكدة تسليم الفلسطينيين المهددين بالترحيل من الحي وثائق تؤكد ملكياتهم لمنازلهم وصفة ترحيل الأهالي بالجريمة التي يجب على العالم أن يمنع حدثها شوارع وحي الشيخ جراح وللأسبوع الثاني على التوالي تشهد اضطرابات بين فلسطينيين ومستوطنين على خلفية دعوة قضائية طويلة الأمد ضد عائلات فلسطينية تواجه خطر التهجير من منازلها مع تكثيف مجموعات استيطانية عملها المستمر منذ سنوات لانتزاع المنطقة بالتواطئ مع محاكم الاحتلال خطوة جاءت تحت ذريعة أمن الأرض التي بنيت عليها منازلهم في تلك المنطقة تعود لعائلات يهودية ويجب إخلاؤها وتسليمها وتهدف إسرائيل من خلالها إلى تعزيز نفوذها الاستيطاني والعمل على نقل ملكية هذه البيوت إلى المستوطنين لتفتيت وحدة الحي في إطار خطة ممنهجة لتهويد القدس الشرقية مزعم ملكية الاحتلال فندها الأردن الذي تقع القدس تحت وصايته وفق اتفاقية وادي عربة إذ أكدت الخارجية تسليم وثائق لدولة فلسطين تؤكد ملكية هذه البيوت للسكان المقدسيين بمجيب اتفاق بين المملكة الأردنية ووكالة غوثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في خمسينيات القرن الماضي كما تحدث خبراء عن وجود وثائق في الأرشيف العثماني تؤكد أن حي الشيخ جراح وخاصة البيوت التي يطالب بها المستوطنون الإسرائيليون هي ملكية فلسطينية خالصة إذن سياسة إسرائيل بحق الحي وأهله ليست بالجديدة فهي تعود إلى عقود مضت لكنها عادت مؤخرا إلى الواجهة لتضع سكان حي الشيخ جراح من جديد أمام خطر داهم أمام مساعي تهجير تستند إلى مزاعم تفندها حقائق تاريخ ووثائق الملكية إليك عيصان شكرا جزيلا لك يا أمينة ونرحب مشاهدين بضيفنا من القدس الخبير في شؤون القدس والمسجد الأقصى دكتور جمال عمر دكتور جمال مرحبا بك بداية ما هي الحقيقة التاريخية للملاك الحقيقيين لحي الشيخ جراح حياكم الله والمشاهدين الكرام الحقيقة التي لا تغيب عن البال على الإطلاق هي أن أهل الشيخ جراح يجسدون المأساة الفلسطينية والتراجيديا بكل تفاصيلها حي سكان حي الشيخ جراح هم أبناء فلسطين التاريخية أبناء القدس الشطر الغربي المختل 1948 وهم يملكون هذه المنازل ووزارة الأشغال الأردنية بنت لهم المباني بالتعاون مع وكالة الغوث اللاجئين الفلسطينيين على اعتبار أنها بديل عن بطاقة اللاجئ الفلسطيني وهم بالتالي يسكنون في هذا الحي منذ عام 1956 وهناك وثائق عثمانية ووثائق أردنية ووثائق فلسطينية تثبت حقيتهم وملكيتهم للحي لكن الإسرائيليين الآن وفي هذه اللحظة يضعون حي شيخ جراح في دارة الاستهداف وفي هذه الدقائق يعني يرسلون 200 من المسلحين من المستوطنين للحي الحي ملك فلسطيني والإسرائيليين سرق وقاموا بتجربة بإخلاء ثلاث عائلات من منازلها وإسكان مستوطنين في أمائكينهم وعندما نجحوا في إخلاء ثلاث منازل ظنوا أن بوسعهم الآن إخلاء 28 منزلا وبالتالي التحضيرات تتم وكأن القضاء الإسرائيلي هو شريك في الجريمة هو يتناغم مع رأي الأمن ومع رأي الشرطة ومع رأي المستوطنين وبالتالي القضاء الإسرائيلي يعني في هذه العملية الدوارة يعني يؤجل العملية مرة تلو المرة لكن الهدف واحد وهو بنائة المطاف أنكم خسرتم القضية ويجب إخلاؤكم هذه الحقيقة مئة بالمئة ولكن إلى أين يتم الإخلاء؟ أريد أن أسأل قبل أن نتحدث عن إلى أين يتم الإخلاء دكتور الوثائق الخاصة بملكية هاليا القدس لهذه المنازل والتي أعلنت الخارجية الأردنية تسليمها للجانب الفلسطيني إلى أي مدى يمكن أن تقف في وجه هذا الاعتداء الإسرائيلي؟ الفلسطينيون يملكون هذه الوثائق الآن في هذه اللحظة وحولوا الملف برمته لمحكمة الجينات الدولية لكن هذه إجراءات تأخذ وقتا طويلا الموضوع حاسم وعاجل يحتاج إجراء عاجل لكن هذه الوثائق هي تدل على أنهم قد أخذوا هذه الأرض وهذه المباني من وزارة رسمية من حكومة رسمية على علاقة مع الاحتلال هناك سفارة صهيونية في عمان وسفارة أردنية في تل أبيل لو أن الاحتلال يحترم القانون الدولي لا احترم المواثيق والعهود واحترم الاتفاقية مع الأردن واحترم الأردن لكن الاحتلال أصلا لا يحترم الأردن في إجراءاته التعسفية في الأقصى ضد وزارة الأوقاف الأردنية والأوقاف الأردنية هي الضحية هناك وهنا السكان الفلسطينيين ضحية إذن نحن أمام دولة تتصرف فوق القانون الدولي وهي دولة تتجاوز الاتفاقية جينيف الرابعة وهذا الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بقوة السلاح لا يجوز تهجيره من وطنه ولكن له حق العودة وست مليون مهاجر فلسطيني تم إخلاءه بقوة السلاح لهم الحق في العودة إلى فلسطين التاريخية ولهذا السبب نحن نقول أن محكمة الجينات الدولية قد تتأخر المطلوب قرار احترازي من منظمة التعاون الإسلامي لعل ذلك يتم بقيادة تركية ومن جامعة الدول العربية لعل ذلك يتم بقيادة أردنية الإسراع بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل إخلاء السكان ويصبح الأمر خبرا من الماضي ومن التاريخ كما جرى في الأحياء الأخرى أعود إلى النقطة دكتور جمالة التي أردت أن تشير إليها وهي إلى أين تريد إسرائيل ترحيل أهالي هذا الحي؟ الاحتلال من طرفه يريدهم أن يغادروا إلى أين ما يشاءون إلى الضفة الغربية إلى رمالة إلى الخليل نابلس إلى كفر عقب إلى أي مكان خارج المدينة فلينصرفوا لأن اليهود مقدس وفي مكانه يسكن هذا الإسرائيل المستجلب من أفريقيا أو من بولندا وأمريكا من أي مكان أما الفلسطيني يريد أن يخرج من هذه المنازل إلى بيته الذي يسكن فيه شارون وإلى بيته الذي في مكان الكنيسة في الشيخ بدر هذه أراضي فلسطينية مختلة بقوة سلاح عام 48 إلى حي دير يسين الذي جرت فيه مجزرة الـ 1848 ليلة الثمانية أربعة أو إلى حي مجاور لهم وهو حي لسة هم من هناك جاءوا وهناك يعودوا وبعضا منهم جاءوا من يافا فليعودوا إلى يافا واللد والرملة هذه ديارهم إلى أين سيذهبون؟ هذا حقهم التاريخي والذي لا يضيع بالتقادم الإسرائيليون دولة مارقة فوق القانون وعليها أن تنصع سأت أمابت للقانون الدولي وهي تفجر الآن المنطقة برمتها وتحضرها الانتفاضة كاسحة كبيرة تحضر المنطقة لحرب دينية لا تبقي ولا تذر الاحتلال لا يفهم الاحتلال ليس فيه رجل رشيد الاحتلال فقد عقله تماما هذا الاحتلال يجب أن يدرك أن العالم الآن يراه وأن الفضائيات والإعلام والإعلاميين ينقلون بثاً مباشراً من البيدان كل هذه الجرائم وهذا العالم لن يصمر طويلاً ولن يصمر طويلاً على جرائم الاحتلال لأنها جرائم جنوب أفريقيا انتهت ما الخطوات المطلوبة الآن وبشكل عاجل من العالم الإسلامي والعالم العربي من منظمة التعاون الإسلامي ومن الجامعة العربية الدعوة لعقد اجتمع طارق وفوري هذا أمر حتمي لأن الاحتلال إذا نجح في الشيخ جراح فأنا أبصركم سيذهب إلى بيوت مبنية من الأهل التركي العزماني وهي مئة بيت في حي البستان سيتسحها وسيدمرها ثم ينتقل إلى حيب بطن الهوى ثم ينتقل إلى وادي الجوز ويدمر ويبني مع الإمارات صاحبة الدين الفاجر الكافر الإبراهيمي سيبني معهم سيليكون فالي وادي السيليكون ثم ينتقل إلى العسوية فيجيلها من الوجود هذا الاحتلال دولة مارقة لا يجوز أن ينجح مطلقا شكرا جزيلا لك من القدس الأكاديمي والمختص بعمارة وشؤون القدس والمسجد الأقصى دكتور جمال عمر تشهد منطقة الشرق الأوسط مساعية دبلوماسية مكثفة لتقريب وجهة النظر بين القوى الكبرى بعد سنوات من الخلاف والتوتر فتركيا ومصر بدأت محادثات استكشافية لتحسين العلاقات فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر هذا واستضاف العراق عدة جولات من المحادثات بين السعودية وإيران حيث قال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن المحادثات بين البلدين تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة ولكن من السابق لأوانه الحكمة على النتيجة قبل أشهر قليلة فقط كانت أزمة عدة في المنطقة عصية على أي اختراق لكن واقع الحال اليوم يعكس رغبة في تهديئة الخلافات والتقاط الأنفاس وربما أبعد من ذلك فثم تم يشبه حراكا كبيرا ينبئ بشكل جديد للعلاقات بين دول المنطقة أولى ثمرات ذاك الحراك وضع حد للأزمة الخليجية عبر توقيع اتفاق العلا وذك ما شكل رافعة لتحركات أخرى كانت خجولة لكنها تتصدر اليوم المشهد العام من أنقرة إلى القاهرة مرورا بالرياض وطهران وصنعاء وحتى دمشق حيث فشلت جهود المعارضة السورية المسلحة في إزاحة الأسد في القاهرة بدأت مصر وتركيا فعليا محادثات كسر الجليد وتحريك العلاقات بعد ثماني سنوات من توتر وضع كل منهما على طرفين قيد من أزمة المنطقة لا سيما في ليبيا أو في نزاع شرق المتوسط وفي جولتها الأولى أكد بيان تركي نصري مشترك أن المحادثات كانت صريحة ومعمقة فيما رأى البعض أن البيان أطلق مسارا سياسيا بين البلدين يمهد تدريجيا لعودة العلاقات محادثات القاهرة ليست سوى مسار من نهج جديد بدأته أنقرة مطلع هذا العام يشير إلى أنها ستعطي الأولوية مجددا للديبلوماسية إذ تسعى لترطيب علاقاتها مع الرياض لإحداث توازن في سياستها الإقليمية وهو ما لا يمكن تحقيقه من دون إصلاح العلاقة مع مصر والسعودية ضمن هذا الإطار يستعد وزير الخارجية التركي مولود شوي شغل لزيارة هي الأولى للرياض منذ عامين بموزاة هذه المساعي ثم تحرك أمريكي يدفع باتجاه أحياء الاتفاق النووي مع إيران وإنهاء حرب اليمن بدأته واشنطن مبكرا عبر إلغاء شطب جماعة الحوث من لوائح الهرابة وتعيين مبعوث لها إلى اليمن فيما كشف مسؤول إيراني في أبريل الماضي عن عقد محادثات مباشرة بين إيران والسعودية في العراق في محاولة لتخفيف التوتر وهو ما أكدته بغداد وقالت إنها استضافت أكثر من جولة لم يعلن قادة البلدين رسميا عن هذه المحادثات لكن ولي العهد السعودي قال إن بلاده تطمح إلى علاقة جيدة مع إيران وهو ما رحبت به تهران على لسان وزارة خارجيتها معتبرة ذلك خطابا إيجابيا وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان أستاذ العلاقات الدولية وفضل نزاعات في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني دكتور حسن مرحبا بك برأيك ما هي الأسباب الدافعة أهلا بكم دكتور كل عام وأنتم بخير ما الأسباب الدافعة لهذا التقارب ربما الذي يحدث بين عدد من الدول الإقليمية نشهد حوارات مصرية تركية وكذلك لقاءات سعودية إيرانية أم سهل خير لك والمشاهدين الكرام لا شك هذا الحراك له دوافعه وله أسبابه أو ما يسمى في عادة تعيير العلاقات البينية بين هذه القوى الوازنة لها أسبابها المتعلقة في هناك متغيرات جيوسياسية في المنطقة وفي العالم باعتقادي قدوم إدارة بايدن وبنهج مختلف عن ترمب حرك كثير من المياه الراكدة في المنطقة بهذا الاتجاه أضف إلى ذلك باعتقادي هذه الأمور المتعلقة في بايدن إضافة إلى أن هذه الدول الوازنة يمكن عملة مراجعات لسياساتها وهذه المراجعات من خلال باعتقادي عدسة أو نظرة براغماتية منطقية عقلانية متعلقة في مصالحها في السنوات الماضية كلنا يعلم بأنه كانت هناك حالة نفسية تقاطع في المصالح حقيقة بين كل من تركيا ومصر فوق كثير من القضايا أيضا هناك حالة وصراع نفوذ بين إيران وبين السعودية هناك أيضا نوع من التقاطع ما بين السعودية وبين تركيا فباعتقادي مجموعة الأسباب المتعلقة في التطورات الدولية بالأساس الإدارة الأمريكية ثم هناك الدخول الصيني إلى المنطقة محاولة أيضا روسيا تعزيز كل هذه الجوانب فبالتالي بالنسبة لهذه الدول الوازنة الأربعة بيتها قاعدة تتغير وبالتالي هي نوع من التأقلم ونوع من الاستجابة إلى المتغيرات التي تحصل في المنطقة خاصة أن هذه الأطراف الأربعة كلها منغمسة في حالات خلافية سواء كان في سوريا سواء كان في المسألة العراقية سواء كان في مسألة اليمن سواء كان في ليبيا شرق المتوسط وغيرها في هذا الجانب فأعتقد أن هذه الاستدارات أيضا تعبر عن نوع من العقلانية الريال بوليتيك العقلانية الواقعية السياسية بهذا الجانب وقد تكون الأطراف وصلت إلى قناعة بأنه لا بد من الجلوس والحوار بهذا الجانب وأعتقد أنه هذا يمكن إذا استمر وكسب زخم سواء قد يفرز نظام إقليمي شرق أوسطي بتفاهم هذه الأطراف الوازنة يساعد على حل حالة كثير من القضايا سواء كان في السياق الهدي في السياق السوري هذا التفاهم وهذه الاستدارة كما وصفت حضرتك إلى أي مدى يمكن أن تصل هل يمكن أن تصل إلى التوافق على كل النقاط الخلافية بين هذه الدول أو أن الخلافات الحادة دعنا نسميها تجعل من الصعب النزول عن الشجرة بشكل كامل لا إذا الأطراف ما توفرت الإرادة الكاملة عندها والسعي الكامل بهذا الاتجاه تستطيع أن تجد إلى نفسها مخالج وتنزل عن الشجرة في هذا الأمر لأنه في الأساس هذه الأطراف هي أطراف مباشرة معنية بهذه الخلافات وأعتقد أن هذه الخلافات أيضا استهلكت واستنفذت كثير من الطاقات لدى هذه القوة بهذا الجانب لا شك كان في هناك بعض النجاحات لكن أيضا في هناك اختلاقات في هنا هذه القضايا شكلت عبع على مجمل هذه الدول أضف إلى ذلك يجب أن تقض في عين الاعتبار البعد الدولي ومدى تأثير البعد الدولي على هذه التفاهمات لأنه أيضا هذه الأطراف مرتبطة في شركات استراتيجية مع قوة دولية بهذا الأمر مع الولادة باعتقاد الولادة المتحدة الأمريكية موقفها رح يكون أيضا حاسم بهذا الجانب لأنه شفنا مثلا موضوع الاستدارة السعودية الإيرانية ارتبط حقيقة في التطورات اللي على الساحة الأمريكية باتجاه أمريكا باتجاه إيران ومسألة النووي وغيره في هذا الجانب في الموضوع التركي المصري أيضا باعتقاد الموضوع الأمريكي الداخل لكن أيضا وللك مصالح ثنائية وتضررت نتيجة لهذا الحالة الخلافية سواء كانت في شرق المتوسط موضوع الغاز سواء كان في موضوع ليبيا وغيره في هذا الجوانب فلذلك باعتقادي الأطراف إذا مطورت رغبتها وسعت إلى ذلك المهم أن تشكل نقطة بداية المهم أن تشكل نقطة ارتكاز وبالتالي يدخل في عملية دبلوماسية تفاوضية برغبة في تبادل حقيقة التلازلات وبالتالي باعتقادي قد نشهد يعني هنا دعنا لن نتحدث على المدى القصير يمكن على المدى القصير قد نتحدث عن نجاحات إجرائية بتشكيل حوار وكل هذا الجوانب لكن على المدى المتوسط قد نشهد حل حل لكثير من القضايا خاصة القضايا الرئيسية التي هي محور الخلافات بين هذه الدول الأربعة الوازنة هذه القضايا دكتور حسن ربما أبرزها الآن الحرب في اليمن وهو مثار خلاف سعودي إيراني وكذلك الصراع أو التوتر في الشرق المتوسط وهذا أيضا كان مثار خلاف مصري تركي إلى أي مدى هذه الملفات الحرب في اليمن شرق المتوسط الوضع في ليبيا يمكن أن تتأثر إيجابا بهذه التحولات الجارية الآن يعني أعتقد هو التأثير الإيجابي بدأ حقيقة في ليبنى شفنا في عملية سياسية في حراك تركي مكثب في حراك مصري مكثب في تفاعل دولي حقيقة في هناك وحكومة وحدة وطنية يعني في ليبيا في نوع من التحسن الإيجابي في الشرق المتوسط أعتقد في هناك أيضا موضوع الحوار التركي اليوناني في هذا الجانب الآن إذا تحسنت العلاقة ما بين مصر وما بين تركيا أعتقد سوف يسهم بشكل كبير في تحسن الحوار في شرق المتوسط لأن كل الطرفين تركيا ومصر لاعبين رئيسيين في مسألة الشرق المتوسط طبيعي ويستطيع التأثير في الموقف اليوناني في المواقف الدول الأوروبية أشكرك جزيلا من العاصمة الأردنية عمان أستاذ العلاقات الدولية وفضل النزاعات في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان أف لدوريا القادة اللبنانيين بعدم الالتزام بتعهداتهم التي قطعوها مام الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مهددا بتشديد العقوبات على معرقلي تشكيل الحكومة تصريحات لودريان جاءت عقبة زيارة خيمت عليها أجواء سلبية ومقطعات من أحزاب رأت في فرنسا دولة استعمارية تسعى وراء مصالحها وتحاول إعادة تعويم النظام السياسي الطائفي الحالي في محاولة لإحياء مبادرة يبدو أنها ولدت ميتة خاض وزير الخارجية الفرنسي جان إف لدوريا مفاوضات حثيثة مع أقطاب السياسة اللبنانية لوح الرجل قبل زيارته بعص عقوبات بلاده على من يعطل تشكيل الحكومة في بيروت لكنه لم يستطع أن يصل إلى توافق نحو تشكيل الحكومة وزيارته كانت أشبه بإعلان فشل مبادرة باريس في حل الأزمة اللبنانية ومنذ دخول فرنسا على خط الأزمة اللبنانية الأخيرة مع زيارة لافتة للرئيس ماكرون إلى لبنان لم تحقق باريس أي هدف رسمته في البلاد يلحقها تشكيك من كثير من أطراف السياسة مع حضور تاريخي استعمري في البلاد لدى كثير من التيارات الحزبية وهذا بالضبط ما دفع عديدا منها لرفض لقاء لودريان في زيارته الأخيرة ويعجز السياسيون في البلاد عن تشكيل حكومة توافقية فصحيح أن سعد الحريري كلف رسميا من الرئيس عوم بتشكيلها فإن خلاف الرجلين كان ظاهرا أمام عدسات المصورين يتمسك عوم بثلث الحقائب الوزارية وهو ما يعطيه القدرة على تعطيل أي قرار حكومي وهو الأمر الذي يرفضه الحريري الذي يبدو أنه يريد حكومة تتخذ قرارات مصيرية وفي كافة الاتجاهات ومنذ انفجار مرفأ بيروت في أغسطس العام الماضي تفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان مع عدم قدرة السياسيين على جلب حلول في البلد المنهك من التقسيمات الطائفية والأوضاع المعيشية الصعبة انهيار الليرة ونقص المواد التموينية مع محاولات خجولة لمكافحة الفساد جعل لبنان يسير من سيء إلى أسوأ في ظل غياب أي أفق قد ينهي الأوضاع الحالية ويشبع ضمأ المواطن المنهك اقتصادياً وينضم إلينا من بيروت الصحفي والباحث في الشؤون السياسية الأستاذ ميشيل أبو نجم أستاذ ميشيل مرحباً بك زيارة جيف إفلو دريان موزير الخارجية الفرنسي والتي الكل يجمع على أنها فشلت في تحقيق أي شيء هل تعتبر بمثابة إعلان وفاة للمبادرة الفرنسية التي أطلقها إيمانويل ماكرون لدى زيارته بيروت بعد انفجار المرفأ إذا لم نكن نريد أن نقول أن المبادرة الفرنسية قد دفنت فعلى الأقل أن هذه المبادرة إلى انحسار كبير لمجموعة من العوامل بمعنى أن فرنسا لم تكن على الأرجح تمتلك كل الوسائل للتأثير الميداني والواقع على مجريات العملية السياسية في لبنان وبالتالي على مسألة انضاج الحل الحكومي مع العلم أن المبادرة كما هو معروف بدأت بزخم كبير بعد انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي لكن عدم امتلاك القدرة على التأثير فضلاً عما يحكي عن خلافات في داخل الفريق الفرنسي الذي يدير ملف الأزمة اللبنانية لدى الدبلوماسية الفرنسية كل هذه عوامل أدت إلى أن تصبح زيارة وزير الخارجية الفرنسية بالأمس التي اختتمت اليوم تصبح من دون تأثير فعلي وبالتالي يمكن القول اليوم أن فرنسا انتقلت إلى خطة با تشمل أولاً توجيه رسائل قاسية إلى المسؤولين اللبنانيين وإلى القوى السياسية والأحزاب السياسية اللبنانية في شكل عام كما برز حتى لو لم يرسل هذه الرسائل في شكل علني لودريان فإنه على الأقل من خلال الصمت وعدم التكلم في الموضوع الحكومي فهذا يؤشر إلى انزعاج فرنسي كبير البند الثاني في هذا الخطة هو التعويل على بعض قوى ما يسمى بالمجتمع المدني مع العلم أن لقاء لودريان بهذه القوى كان ناقصاً بحيث أن الكثير من القوى الناشطة في ما يسمى انتفاضة 17-20 لم تكن مشاركة على سبيل المثال للحصر كالحزب الشيوع اللبناني والتنظيم الشعبي الناصري وغيرها من المجموعات لذلك تعول فرنسا وغيرها من الدول الغربية ربما على مسألة الانتخابات النيابية المقبلة لمحاولة أحداث تغيير في المعادلة السياسية اللبنانية وعندما نقول تغيير في المعادلة السياسية فهذا يتركز في شكل خاص على الساحة المسيحية نظراً لأن وضع الساحة الشيعية متماسك إلى حد كبير وضع الساحة السنية متغير هذا مرتبط بموقف الرئيس المكلف سعد الحريري وكيفية إدارته للأمور في المرحلة المقبلة تبقى الساحة المسيحية هي الأكثر عرضة لمحاولة التأثير على النتائج وبالتالي محاولة تثبيت موطئ القدم للعديد من القوى السياسية الدولية أستاذ ميشيل البعض يرى بأن زيارة لودوريا إلى بيروت كشفت الحجم الحقيقي الضئيل للتأثير الفرنسي في الملف اللبناني وأن أطرافاً إقليمية أخرى هي من تملك هذا التأثير الفعلي في الملف اللبناني إلى أي مدى تتفق مع هذه الفكرة؟ في الواقع إذا تطلعنا على الديناميكيات المحركة للمشهد الإقليمي والمشهد الدولي وتداعيات الصراعات والتنافسات الدولية على الواقع اللبناني نرى بأن فعلياً وعملياً روسيا تسلمت إلى حد جبير مسألة ترتيب البيت اللبناني وحتى ترتيب بعض الأمور في سوريا بتنصيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في موازات ذلك هناك ديناميكية الحوار ومحاولة إيجاد تسوية بين الولايات المتحدة وبين إيران من جهة وهناك ديناميكية عربية داخلية بين المملكة العربية السعودية وسوريا تتجه إلى مصالحة ولكنها ربما تحتاج إلى بعض الوقت وكذلك الحوار السعودي الإيراني كما برز في التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فإذا نحن أمام مشهد إقليمي متحول متغير يلقي بتداعياته وبذلاله على الساحة اللبنانية بحيث كما هو معروف أن الرئيس المكلف سعد الحريري ينتظر موقفاً من السعودية ليحدد ليبني على شيء مقتضاه بالنسبة لسياسته المقبلة وبالتالي ممكن هذه الأمور أن تفتح نافذة في اتجاه حلول أو في اتجاه إيجاد مقاربات أخرى للملف اللبناني خاصة وأن الأزمة اللبنانية السياسية تعيش على صفيح اجتماعي ساخن نحن اليوم أمام أزمة مسألة رفع الدعم وبالتالي إعادة ارتفاع سعر صرف الدولار مجدداً ومجموعة من العوامل التي تسخن من حقيقة الأوضاع والأزمة في لبنان وبالتالي فرنسا لم تكن تمتلك كل هذا التأثير في مقابل القوى الإقليمية والدولية أقل كما أبرزت الوقائع التي شاهدناها في الأيام وفي الأسبوع الأخيرة وإذا كنا نريد أن نعكس هذا الموضوع على مسألة العقوبات التي تعتزم فرنسا فرضها أو تقول أنها تريد فرضها على مسؤولين لبنانيين فأولاً هذا المسار كما يقول للمراقبون أنه مسار متشابك ومعقد وليس شبيهاً بمسار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية سواء على المستوى الفرنسي وسواء على المستوى الأوروبي الأمر الثاني أن السؤال هو كم سيكون لهذه العقوبات من وقع يعني إذا كان لها تأثير فعلي أم لا وعلى الأجرح لن تذهب أو لن تؤدي إلى إيجاد الحل المنشود أشكرك جزيلاً من العاصمة اللبنانية بيروت الصحفي والباحث في الشون السياسية الأستاذ ميشال أبو نجم مجالنا متواصل مشاهدين لكن بعد هذا الفصل أهلاً بكم من جديد يتزايد الدعم الدولي للاقتراح الأمريكي بوقف العمل ببراءات اختراع لقاحات فيروس كورونا فيما تواجه الدول الغنية اتهامات بتكديس الجرعات بينما تكافح الدول الفقيرة لإطلاق برامج التطعيم وتطويرها وأشهد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس دهانوم جبريسوس بما وصفه بالقرار التاريخي للولايات المتحدة في المقابل أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين عن ترددها في التنازل عن براءات الاختراع لكنها قالت أن بروكسل مستعدة لمناقشة الاقتراح يكاد وباء كورونا يخرج عن نطاق السيطرة سرعة انتشار الفيروس وتحوراته المتعاقبة ما زالت أقوى من التدابير الاحترازية الصارمة في الهند بلغت المأساة ذروتها حيث تقترب أعداد الإصابات المسجلة يوميا من نصف المليون أما الوفيات فتعد بالآلاف وما زالت الجائحة تتوعد بإزهاق المزيد من الأرواح وإلحاق المزيد من الضرر ليس هنا فحسب بل في مناطق مختلفة من العالم في هذه الأجواء يثار جدل واسع حول احتكار شركات صناعة الأدوية الكبرى والدول الغنية لبراءات اختراع اللقاحات دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا أضاءت بصيص أمل قد ينبئ بانقشاع تلك الغمة لسيما أنها قوبرت بترحيب مبدئي في أوروبا وروسيا قادة فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أعربوا عن استعدادهم لمناقشة المقترح قبل أن يضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صوته إليهم مؤيدو المقترح يرون أن تطعيم أكبر عدد من الناس في أقرب وقت ممكن يضمن الحد من فرصة حدوث تحورات للفيروس فالجائحة أثبتت ألا حلول للبعض بمعزل عن بقية العالم لأن الفيروسات لا تعترف بالحدود بينما يقول المعارضون أن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية يمكن أن يقلل من سلامة اللقاحات في أنحاء العالم إضافة إلى الخسائر المادية التي ستتكبدها شركات الأدوية الكبرى وما يعقبها من عزوف عن الاستثمار في إنتاج لقاحات وبموجب الاقتراح يتم التنازل مؤقتا عن حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية للسماح للبلدان النمية بإنتاج اللقاحات وتوزيعها بتكلفة أقل وينضم إلينا من فلوريدا الطبيب والأكاديمي والمختص في الأبحاث السريرية الدكتور فوزي أبو خليل دكتور فوزي مرحبا بك نريد أن نفهم بداية لماذا المطالبة أو الدعوة لوقف العمل ببراءات الاختراع للقاحات كورونا ما الفائدة الموجوة من ذلك أسعد الله أوقاتك طبعا حقيقة هذا الموضوع تم تداوله قبل عدة شهور أو في عام 2020 لأن هناك مشكلة عالمية بسبب القيود على براءات الاختراع والقيود على المكية الفكرية وترجع هذه المشكلة أنه في عام 1994 ومع الانفتاح الأسواق التجارية عالميا كان هناك قلق من الشركات الكبرى على الإنتاج والتصنيع في بقية دول العالم فدعت هذه الشركات الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة التجارة العالمية إلى عقد اجتماع عالمي عام 1994 وتم التوقيع في تلك الفترة على اتفاقية تجارية المسمى اتفاقية التربس حيث وقعت ما يقارب أكثر من 140 دولة من دول العالم على هذه الاتفاقية حيث ضافت هذه الاتفاقية مزيدا من القيود على براءات الاختراع وعلى الملكية الفكرية تزيد من حماية هذه القيود لأكثر من 20 سنة للشركات المنتجة والمصنعة وبالتالي وبسبب هذه الاتفاقية حصلت عملية احتكار للأبحاث العلمية وللتصنيع وللإنتاج للشركات الكبرى العالمية وبناء على ذلك أحدثت هذه الاتفاقية مشكلة عالمية في ظل وباء كورونا حيث كما لاحظنا منذ بداية الأزمة صباق عالي جدا بين الشركات والدول ليس فقط في عملية تصنيع أو إنتاج لقاح وإنما كانت بالأحرى هي لتسجيل براءة اختراع لأنهم يدركون أي تسجيل براءة اختراع مسبقة أو سابقة لأي شركة أخرى وبالتالي تكفل لهم البنود الموقعة في تلك الاتفاقية على مزيدا من الاحتكار لعملية الإنتاج وبالتالي أحدثت هذه المشكلة فجوة عالمية يعني على سبيل المثال قامت الدول الغنية مثل أمريكا وبعض دول أوروبا بحجز كميات عالية جدا من اللقاحات قبل المراحل السريرية وخلال المراحل السريرية فعلى سبيل المثال الدول ذات الدخل المتوسط والعالي تشكل عالميا ما يقارب 20% من سكان العالم قامت بحجز ما يقارب 6 مليار جرعة بينما الدول الأخرى التي تشكل 80% من دول العالم قامت بحجز ما يقارب 2 مليار جرعة فلذلك الدول الغنية قامت بحجز كميات تزيد عن حاجتها بأضعاف مضاعفة وبالتالي أحدثت هذه المشكلة فجوة عالمية بين الدول الغنية والدول الفقيرة هل يمكن تغيير هذا الوضع دكتور؟ بمعنى هل هناك من جهة تستطيع أن تفرض على هذه الدول أو هذه الشركات وقف العمل بهذه الاتفاقية والعمل بمسألة براءة الاختراع؟ قامت قبل ما يقارب 7 شهور الهند ودولة جنوب إفريقيا بتقديم طلبات لمنظمة التجارة العالمية وللولايات المتحدة الأمريكية وللدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتخفيف القيود على الملكية الفكرية وبراءات الاختراع ولكن وتم دعم هذا الطلب مما يقارب 100 دولة ممن وقعوا على اتفاقية التربس عام 1994 فكان هناك ما يقارب أكثر من 100 دولة رفعت هذه الطلبات لمنظمة التجارة العالمية وتم رفض هذه الطلبات من قبل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مثل أمريكا وبريطانيا وبعض الدول أوروبا وبالإضافة إلى ذلك الشركات رفضت كليا فكرة أي إزالة قيود أو أي تخفيف من قيود براءات الاختراع والملكية الفكرية لأن ذلك سيؤدي إلى خسائر مادية عالية جدا لهذه الشركات في المقابل دكتور فوزي ما العقبات أمام الوصول إلى لقاح أو عقار رغم التقدم وتطور العلمي وأتحدث هنا عن الدول النامية ألا العقبات الكبرى بالنسبة لسوات الدول النامية هي حقيقة كل دول العالم حتى الدول التي تعتبر نفسها دولا متقدمة تعاني من نفس المشكلة ألا بالنسبة للدول النامية والعقبات التي تقفوا أمامها ألا الدول النامية هي دول غير مستقلة من ناحية سياسية أو من ناحية اقتصادية عن الدول الأخرى فكما ذكرت قضية توقيع الدول النامية على اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع الدول الأخرى فأصبحت الدول النامية أسيرة لهذه الشركات الكبرى المتصرفة في الدول المتقدمة فهنا حصل احتكاري عن قضية اللقاح أن أصبح سهولة توصيل اللقاح للدول الغنية بينما الدول النامية قضية توقيع اتفاقيات وحصرها للشركات الكبرى وتقييد القيود على الإنتاج أدى إلى بطء وعدم وجود أبحاث علمية في هذه الدول وكذلك عدم وجود تصنيع وعدم وجود إنتاج لأن هذه الدول أصبحت أسيرة الشركات الكبرى عندما قامت هذه الدول بالتوقيع على اتفاقية التربز أشكرك جزيلا من فلوريدا الطبيب والأكاديمي المختص في الأبحاث السريرية دكتور فوزي أبو خليل تواجه قطاعات صناعية كثيرة كالهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية والسيارات منذ عدة أشهر صعوبات في التزود بأشباه الموصلات إذ يواجه مصنع الرقاقات الإلكترونية زيادة مفاجئة في الطلب لتجهيز المنتجات الإلكترونية مع ارتفاع الطلب على أجهزة الكمبيوتر ومشغلات الألعاب الإلكترونية في ظل انتشار وباء كوفيد-19 وما وكبه من إجراءات الحجر المنزلي والعمل عن بعد فيما حثت وزيرة التجارة الأمريكية تايوان وشركات تايوانية أخرى على إعطاء أولوية لحاجات مصنعي السيارات الأمريكيين لتخفيف نقص الرقائق الإلكترونية لكن ما هي الرقائق الإلكترونية وفيما تستخدم ومن أبرز منتجيها الإجابة في التقرير التالي الرقائق الإلكترونية هي شرائح رقيقة تصنع من أشباه المواصلات مثل السيليكون النقي وتدخل في صناعة معظم الدوائر الإلكترونية إذ تسمح للأجهزة الإلكترونية بالتقاط البيانات ومعالجتها وتخزينها تعد الرقائق الإلكترونية من المكونات الأساسية لتصنيع كل المنتجات الإلكترونية بما فيها التلفاز والحاسوب والهاتف والثلاجات والأجهزة الطبية الحديثة فضلا عن السيارات والطائرات والصواريخ الباليستية ومنتجات دفاعية أخرى تعد الصين أكبر منتج لسيليكون النقي الذي يعد المادة الأساسية للرقائق الإلكترونية إذ تنتج خمسة ملايين طن من أصل ثمانية ملايين طن تنتج عالميا تليها روسيا والولايات المتحدة والنرويج وفرنسا والبرازيل وتنقسم تقنية أجباه المواصلات إلى ثلاثة مستويات بسيطة ومتوسطة ومتقدمة وتنتج الكثير من الدول المستويين الأولين في حين يبقى المستوى الثالث المتطور والمعقد من أجهزة أجباه المواصلات تحت سيطرة عدد قليل من الشركات في دول عدة وتتقدم الصين في مجال إنتاج المستويين الأولين إلا أنها تتأخر بشدة في إنتاج المستوى الثالث الأكثر تعقيداً ضقة وتقدماً شركة TSMC الطيوانية تمتلك أكثر من نصف حجم الإنتاج العالمي لأجباه المواصلات إلا أنها في الوقت ذاته تعتمد بصورة أساسية على التكنولوجيا الأمريكية في البحث والتطوير وتأتي كوريا الجنوبية ثانية بعد طيوان بنسبة 19% من السوق العالمية لإنتاج أجباه المواصلات المتقدمة فيما تنتج الولايات المتحدة 8% تليها اليابان بـ 7% وبقية العالم بما فيها الصين تنتج 15% وسعياً لضمان سيادات التكنولوجية بوجه الصين والولايات المتحدة في هذه السوق المقدرة بـ 440 مليار دولار يطمح الاتحاد الأوروبي لإنتاج 20% من أجباه المواصلات في العالم بحلول عام 2030 أي ما يساوي ضعف حصته الحالية من الإنتاج وبعد انتشار فيروس كوفيد 19 في الصين فشل مصنع السيليكون في تأمين احتياج منتج الرقائق الإلكترونية للمادة الأساسية وبعد اجتهاح الفيروس العالم بأكمله عجزت شركات صناعة الرقائق الإلكترونية عن توفير منتجاتها لمصانع السيارات والإلكترونيات الأخرى لتسفر عن سلسلة أزمات في الصناعة العالمية وإلى المجال الرقمي وآخر ما تدوله رواد البنصات لهذا اليوم مع زميل ربيع لصعوب تفضل ربيع شكرا عصان أهلا بكم ما زال سكان أحيي الشيخ جراح في القدس يتعرضون لإرهاب المستوطنين وقمع قوات الاحتلال الفيديو التالي يعرض لحظة اقتحام منزل عائلة الكرد المقدسية الاقتحامات المتتالية والضجة التي أعقبت هذه الانتهاكات كان لها صداها في مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما أن الجمعيات الاستيطانية حشدت جموعا كبيرة في المنازل المجاورة المصادرة بينهم أعضاء كنيسة متطرفون من الردود الدولية على ذلك ما قالته بيتي ماكلوم عضو الكونغرس الأمريكي يجب أن لا تستخدم أموال دافع الضراء في الولايات المتحدة لضم الأراضي وتدمير المنازل الفلسطينية رشيدة طليب ذات الأصول الفلسطينية تنشر عريضة وتطالب بالتوقيع عليها لتمكين أهالي الشيخ جراح من البقاء في منازلهم شبان من جنين خرجوا تضامنا مع أهالي الشيخ جراح والأقصى لكن رصاصات جيش الاحتلال الغادرة أنهت حياتهم وحتى تضامن الإلكتروني هو الآخر ممنوع الآن تويتر يغلق حسابات متضامنة مع حي الشيخ جراح بالمقابل عرض حساب المنصة مبادرته للمساعدة في سبيل استعادة الحسابات المغلقة في تويتر وما زالت منصة فيسبوك وإنستجرام تغلق حسابات النشطاء الفلسطينيين تخصص أيام عدة في السنة للتضامن مع مدينة القدس المحتلة وأهلها والجمعة الأخيرة من رمضان يطلق عليها مسلمون تسمية يوم القدس وقد انتشرت كلمة لتشار غاندي حفيد المهاتم غاندي بهذا الصدد كذلك أمام الشركات المخلص التي ستبقه أن نظر على أن تكون لديها السابق ومن الانتشارات المخلصة على أن نظر المخلصات التي ستبقه جدًا لذلك أيضًا أن نظر المخلصة من تأتي بأنفس المخلصة المخلص والسطينية للتلقاء من الوصف لتدرجع إلى المدينة ويستطع إلى مدينة ويستطع إلى مدينة في الثامن والعشرين من رمضان سيشهد المسجد الأقصى اقتحامات من قبل جماعات متطرفة وعن هذه الاقتحامات تحدث للمجال أستاذ دراسات بيت المقدسة الدكتور عبدالله معروف يمثل يوم الثامن والعشرين من رمضان يوماً مهماً جداً في المسجد الأقصى المبارك حيث تنوي الجماعات الصهيونية المتطرفة اقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة فيما يسمى عندهم بذكرى يوم القدس الموافق بالتقويم العبري ليوم ذكرى احتلال شرقي بدين القدس عام 1967 تنوي هذه الجماعات الاقتحام بأعداد هائلة إضافة إلى جعل هذا الاقتحام نوعياً من خلال أداء الصلوات العلنية لأول مرة بشكل كبير بهذه الكثافة في المسجد الأقصى المبارك الهدف الأساسي من هذه العملية هو تغيير الوضع الراهن لستيتاسكو في المسجد الأقصى والتأسيس لمعادلة جديدة عنوانها سمو الاعتبار اليهودي على الاعتبار الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك لا سيما في حالة تعارض البناسبات الدينية بين الطرفين إن حدث ذلك وإن تمكنت هذه الجماعات من أداء هدفها وفعل ما تريد فإن هذا سيؤسس لمعادلة جديدة قد تصل بنا إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانياً والوصول إلى السيطرة الصهيونية الكاملة على المسجد الأقصى المبارك اقتحام الثامن والعشرين من رمضان هاشتاغ انتشر في المنصات الرقمية وفيه حشد المغردون آراءهم ومقترحاتهم دعوات للنزول وللمشاركة وللحشد في هذا اليوم فمعادلة العدد دائماً تصنع الفارقة في المواجهة والتواجد المكثف للمصلين في المسجد سيحبط مرور الاقتحام لا محالة مطالبات بتفعيل دور الوصاية الأردنية على الأقصى حالياً لصد هذه الاعتداءات المرتقبة على المسجد الأقصى ووقف التطاول عليه عهد الأمة بأهل الأقصى إن نادى الأقصى لبوه فظننا فيهم أنهم لن يتركوه وحيداً هذه المرة أيضاً شباب الضفة الغربية مدعوون للتصدي لهذا الاقتحام وتزداد يوماً بعد يوم وتيرة انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين داخل المسجد الأقصى فمن استخدام مكبرات الصوت في شروحاتهم التلمودية إلى الاعتداءات على مشارب الماء ونشر ملسقات داخل سهور المسجد وتقطيع أسلاك الكهرباء عن المآذن واقتحام مستوطنات حرم المسجد بملابس طاضحة نهاية المجال الرقمي عودة إليك عصام شكراً جزيلاً لك ربيع تركت جائحة كورونا الساحة الفنية في الأردن شبه خاوية لكن أفراد فرقة يقين السورية للإنشاد الديني رفضوا التسليم بالأمر الواقع ونظموا عروضاً حية على مواقع التواصل الاجتماعي لإمتاع جمهورهم والبقاء على تواصل معه في شهر رمضان أسست الفرقة في عام 2012 لتقديم عروض موسيقية في المناسبات والأفراح وعادة ما يكون شهر رمضان موسماً أكثر عملاً للفرقة التي يقبر على مشاهدة عروضها عدد كبير من الناس لكن الموسم هذا العام مختلف تماماً بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 موسيقى موسيقى كورونا أثرت علينا بشكل كبير كمنشدين بالأردن الخاصة نحن قبل كورونا كان عنا موسم الصيف وموسم الأعراص مثل ما بتعرف فنحن كان دائماً تواصلنا أغلب الأحيان بيكون عن طريق العراص بالإضافة للمناسبات اللي هي بتجيب وقتها كالمولد النبوي كالهجرة النبوية فلما إجاد كورونا أثرت علينا بشكل كبير اللي هي بطل في حفلات بطل في تجمعات فنحن نتأنع للبث المباشر عبر صفحة كنال الشمس من هو البدور صلوا علي ولا ضل لبو بل كنال أمور صلوا علي كنال الشمس من هو البدور والله شعور محزن بصراحة لأنه أول شيء أنا فرقتي ما عم بقدر اجتماع فيها كاملة يعني نحن حتى البث المباشر اللي ما عم نعمله أنا عم بعمله عن طريق الشباب الموجودين حوالي اللي هن موجودين عن طريق البث أما باقي الشباب ما عم نقدر نتواصل بسبب الحظر فهن بعاد عنا فصراحة ما في تجمع مع بعض فهذا الشيء مؤسف يعني أول كنا نطلع متى ما بدنا بنرجاع كان في عنا سفر خارجي حفلات خارجية بهذا نأتي إلى ختم مجالنا لهذا اليوم الذي نقشنا فيه حي الشيء جراح بلطجة إسرائيلية رغم الثبوت الملكية الفلسطينية حوارات الدول الكبرى الإقليمية محاولات لتقارب وإعادة التموضع فشل جديد للمبادرة الفرنسية في لبنان بعد جولة محبطة للودريان شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة شكرا للمبادرة الفرنسية في القناة